اشتركوا في القناة على اصحاب الحسين العنوان نهضة الامام الحسين سلام الله عليه الامام الحسين عليه السلام لما خرج من المدينة متوجها الى مكة باهله واخوته وبني عمومته وبعض الخواص من الشيعة ولم يبقى الا اخوه محمد ابن الحنفية يعني لم يبقى في المدينة الا محمد ابن الحنفية وافادت بعض المصادر التاريخية بان الامام سلام الله عليه اقام في بيت العباس ابن عبد المطلب واخبار اخرى ان الامام الحسين سلام الله عليه اقام في شعب علي سلام الله عليه في مكة اربعة اشهر وايام يعني اربعة اشهر وايام وكان فيها طبعا ما هو القلوب المام الحسين عليه السلام لما وصل الى مكة كان ما هو القلوب وكانت الناس التحقت الناس به وكانت الناس السئلة يأخذون منه الاحكام الشرعية ويتعلمون منه الحلال والحرام ولم يتعرض له امير مكة يحيى ابن حكيم بسوء ابدا يعني ترك الامام الحسين سلام الله عليه وشأنه يعطي احكام اتجمعت علي الناس كذا تأتي من بلدان اخر من بلدان اخرى هذا الامور كان ميسر الامام الحسين وحيث تركه وشأنه فقد عزله يزيد لما رأى هذا الموقف يعني كيف انه يترك الامام الحسين والي على مكة ويترك الامام الحسين لوحده يزيد عزله واستعمل عليها عمرو ابن سعيد ابن العاص جعله على وفي شهر رمضان من تلك السنة سنة ستين الهجرة يعني ذهب الى المدينة زيان عفوا للمدينة وعزل عنها الوليد عزل الوليد ابن عتبة عزله لانه كان معتدلا والعدل ما يردونه يعني موقفة مع الامام الحسين عليه السلام جيد فهذا الامر في نهضة الامام الحسين عليه السلام استقدل بعض يعني يصور أن ثورة الامام الحسين عليه السلام ثورة آنية وثورة رد فعل رد فعل أولا لم تكن نهضة الامام الحسين وثورته حركة آنية أو رد فعل مفاجئ بل كان الامام الحسين عليه السلام في الامة يمثل بقية النبوة وكان وريث الرسالة وحامل راية القيم السامية التي أوجدها الاسلام في الامة وأرسى قواعدها كما أن العهد قريب برسول الله يعني عهد الامام الحسين السلام الله عليه قريب برحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يثني ويكثر الثناء لمقام الإمام الحسين سلام الله عليه وفي الوقت نفسه في نفس الوقت ظهرت مقاصد الأمويين الفاسدة اتجاه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنهض الإمام سلام الله عليه ليرجع الأمة ليرجع الناس إلى الدين الحنيف إلى ولاية محمد وآل محمد لأن بني أمية استعبدوا الناس فالإمام لما رأى هذا كله يعني خرج وأراد أن يرجع الأمة بعدما رأى الفساد من يزيد يزيد قاتل النفس المحترمة ويقول الإمام الحسين عليه السلام إن مثلي لا يبايع مثله يعني هذه العبارة إن مثلي لا يبايع مثله يعني فقط أن الإمام الحسين يقول أنا ما أبايعه لو الذي يسير على نهجي ما يبايع يزيد ولا يبايع الذين يسيرون على خط يزيد يعني كما هو معلوم في كل وقت حسين ويزيد وفي كل وقت يعني موسى وفرعون فلذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول إن مثلي لا يبايع مثله يعني الذي يسير على نهجي وعلى طريقي لا يبايع الذي يسير يسير على نهجي يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان زيان وتشوف أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام الجاذبية الموجودة يعني أفضل من أكثر بكثير من الجاذبية الطبيعية يعني جذبت النفوس والقلوب والناس شوف عينات موجودة يعني مثلا زهير ابن لقين رجل كان عثماني المذهب ويقول الذي قتل عثمان هو علي بن أبي طالب وأولاده وإذا شوف الحسين عليه السلام جاذبية بعد الحر ابن يزيد الرياحي رجل كان قائد ربع الجيش ولكن تحول نظر إلى عمر بن سعد قال أي عمر أنت أمقاتل هذا الرجل قال بلى قتال أي سره أن تطير فيه الأيدي والأرجل فماذا قال الحر قال أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا وإجى مطاطئ برأسه قال أبا عبد الله هل لي من توبة قال نعم أنت بتتاب الله عليك وانزل من على ظهر جوادك قال أبا عبد الله أنا لك فارس خير من أكون راجل وآخر نزولي هو الشهادة بين يديك جن تجي إلى بعد وهب الكلبي رجل نصراني المذهب والتحق بالحسين عليه السلام جون مولى أبي ذار يقول أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أفارقكم لا والله وهكذا صحابة الإمام الحسين عليه السلام يرجع إلى آل عقيل يقولهم يكفيكم الدم بمسلم قالوا لا والله حتى تختل الدمان بدواءكم ماذا نقول تركوا إمامهم تركوا سيدهم تركوا شيخهم الحسين عليه السلام لا والله لا نفارقك وأما زهير يقول لو أقتل ثم أحرق ثم أحرق ثم أحرق مئة مرة لا أفارقك يا أبا عبد الله وتشوف العينات الموجودة يعني هذه الجاذبية يعني يسأل بعض صاحب كتاب الدوافة الذاتية يقول أن يقول أنهم يقول مو يقول يقول ينقل عن القوم يقول أنهم يقولون الحسين سلام الله عليه كان ساحر كما كان جده ساحر يعني كيف سحر هؤلاء الناس وجاءوا وجاء ذبي حسين هو الهدى هو الحسين هو الهدى فكيف لا يجلب هؤلاء وبعض يصور ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونهضة الإمام الحسين عليه السلام تفاسير بعض التفاسير التي لا تغطي أهل بيت بصليه تفاسير أعداء أهل بيت يقولون أن ثورة الماء الحسين ونهضة الماء الحسين على السلام هي قضية قبلية عشائرية كان رسول الله مع أبي سفيان وبعدها علي بن أبي طالب مع معاوية وبعدها الحسين مع يزيد وقضية عشائرية قبلية والحال أن الحسين كما أسلفنا أنه ثورته لم تكن آنية أبدا ولا كان ردفع المفاجئ أبدا وإنما مخطط لها مخطط لها يعني ولذلك نهض بثورته المباركة لحقيقة انبثقت منها ثورات متعددة وهي باقية ثورة الإمام الحسين عليه السلام تشوف تهوي القلوب من كل من شرقها وغربها وما هو القلوب أو ما هو القلوب نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا